اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما يحدث على الساحة الاعلامية مش للضبط من فوق لا للضبط من تحت لان ما اتخوف منه ان كل هذه التشريعات اللي بيتم وضعها الان مفترض من الجماعة الاعلامية والجماعة الصحفية انا متأكدة من خلال عضويتش في المجلس الاعلى للصحافة وما اتبعه من التشريعات اللي بتتعمل انه بيجري محاولة وضع هيكلة تتدي فرصة للاستقلالية وللحرية اللي احنا بنحتفل بيها النهاردة بس كمان ده حيتصعد عشان يتناقش مع رئاسة الوزراء خوفي ان لما يتصعد عشان يتناقش مع رئاسة الوزراء السقف يوطى قوي فنلاقي نفسنا في وضع اشبه باللي كان موجود قبل كده مع تغيير فقط الاسماء والهياكل هي هي فقط انا عندي مشكلة تانية ان قد نكون احنا كلنا مهمومين بالتمييز او بالاعلام ومهنيته انما الشارع بقى فيه حالة يعني الحياة خوف الشارع بقى عنده استعداد يقبل يقبل اي حاجة يقبل الهرتلة انا اسفة في التعبير اللي بتحصل على الشاشات من بعض الناس يبقى لان كل واحد طالع على الشاشة ومعتبر نفسه زعيم وبيوجه الناس ويقولهم يعملوا ايه وايه صح والغلط بعضهم بيتكلم كأنه مش رئيس وزراء كأنه رئيس جمهورية كل ده مفوش اي مهنية مفوش اي مهنية تماما يعني انا شفت في السويد تجربة الحقيقة كانت كويسة جدا واملي ان احنا نصل الى حاجة زي كده انا ما بشوفش ان الحكومة ولا السلطة هي اللي تحاسب انما في هناك اجهزة لما انا يطلع حد على الشاشة يتعرض لي او يكتب مقال ضدي من غير واجه حق ولا وثيقة ارفع قضية في المحاكمة ده بيحصل دلوقتي وبعض القضاء بياخدوا احكام انما في السويد اللي بيحصل ان انا برفع القضية قدام جهة تانية جهة بتغرم بقى غرامات شديدة كويسة وهذه الجهة بيمولها الصحف نفسها يعني لو انا بشتكي صحيفة انها احد الكتاب او احد الصحفيين اساء لي او 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 الصحيفة نفسها هي اللي بتمول الجهة دي اللي فعلا بتحكم على الصحفي وبتغرمه او بتغرم الجريدة او الاتنين ليه دي بقول ده لان احنا عندنا حالة الناس زي ما قلت عندها استعداد تصدق كل حاجة الناس عندها حالة خوف من اللي جارة في الاربع صينيين اللي فاتوا الناس عندها حالة خوف من اللي بيجرى في المنطقة كاملة وبالتالي مستعدين اي قبلوا اي تنازل ان شاء الله ننزل تحت خالص بس ما يحصل لناش اللي حصل لا قبل كده في الفترات اللي ما كانش فيها مثلا امان او او كان فيها اختلال في الشوائع ولا اللي بيحصل للدول المحيطة بنا مع ان ما فيش تعارض اطلاقا ان احنا نحافظ على امننا ونخوض كل معركتنا ضد الارهاب في نفس الوقت اللي ما نتخلاش فيه لا عن المهنية الاعلامية ولا عن الحريات هي دي المعادلة اللي حتصار الفترة الجاية ولازم يبقى فيه ناس بتدفع عنها لان الناس فعلا مستعدة تقبل تقبل كل حاجة لانه هو مجتمع ما بيختارش يعني انا من وجهة نظري هذا المجتمع لم يختار ما وصل اليه ده دفع دفعا ليه وبما في ذلك وضع المرأة الناس بتقول ما الست في كل حتة ما الستات موجودين في كل حتة الستات موجودين في كل حتة بس انا عندي قناعة شخصية شديدة ان هذا المجتمع لو كان اقتصاديا مختلف ما كانتش لقيت الستات في بيشتغلوا في كل حتة المجتمع اجبر اقتصاديا على قبول عمل المرأة ما اختارش انا بكلمة على الزكورية في المجتمع مش الست اللي النفسية تشتغل لا المجتمع اضطر اضطر لانه اقتصاديا ما كانش قادر يشيل ما فيش بيت قادر يشيل فاضطر يقبل انها تشتغل اضطر يقبل انها تشتغل وحط عليها بقى الاعبال الاعباء شيلي كل حاجة لازم تتحجبي ما تمشيش معرفش ايه يعني كل حاجة ما فيش حاجة اختيار شخص ليه خلص يعني فعشان كده اللي انا بقوله هي المسألة مش بس تمييز ضد المرأة ولا بس هي مش موجودة انا طبعا بقى اجتريأ في كل الجرائد يعني انا عضو مجلس اعلى للصحافة يعني كنا في مسألة اختيار القيادات الصحفية عندنا مشكلة بس الحقيقة كانت الاختيار القيادات الصحفية عندنا مشكلة لان كفاءات ستات ورجالة مش موجود فيه تجريف حصل فلما الناس كانت بتقول لي فلان وفلان وحاجة اقولهم اخوانا كان احمد بهاء الدين قدامنا وما شفناهوش يعني فيه تدني حاصل للأسف يعني ومواجهة ده انه يبقى فيه فعلا عادة هيكلة للصحف القومية بانا بتكلم عالقومية بالذات لانها هتمر بفترات صعبة في الفترة الجاية نتيجة انه مش هينصح تكمل زي ما هي ماشية دلوقتي خالص خالص يعني هما للأسف اللي اشرفوا على هذه المؤسسات قومية سابونا كوارث عملوا امبراطوريات بالقروض وفيها يعني كمية اصدارات فضيعة لا توزعها فالفترة الجاية محتاجة فعلا اعادة هيكلة لكل حاجة وفي الحالة دي لما انا هبقى محتاج الكفاءة هي للدير هبقى باصص للكفاءة سواء كانت ست او راجل انا شكرا جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة